دكتور ياسر عيوب أحد الكتاب الصحفيين والرياضيين في مصر وزي ما احنا يعني زي ما قشرت من شوية من هو يعني من مدرسة الأستاذ إبراهيم حجازي دكتور ياسر ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله بقاء لله فنم بقاء لله أمني طيب يعني أنا عارف المشاعر أكيد لما يكون يعني شخص عزيز علينا شخص أثر فينا بتبقى يعني صعبة جدا علينا لكن يعني مشاعر حضرتك في الوقت الحالي وكلمات تقدر تعبر عن يعني عشته مع أستاذ إبراهيم حجازي في الفترة اللي فاتت أستاذ إبراهيم يعني علمنا خيالات كتيرة قوي سواء كالفحافة يعني أو خارج الكتابة يعني خلام كتير قوي ممكن يتقال عن أستاذ إبراهيم يمكن أقدر أخصولك في مقرص محضدة أنه الأستاذ إبراهيم كان يعني يحب الناس ونسوش حد سواء كان يعرفه أو ما يعرفوش ويتعب لو كان أستاذ إبراهيم حجازي أول واحد يقص معاه حتى الناس اللي في ثلاثة معاه أو حركته أو هزمته كان أي مشكلة تحصل أول واحد يقص معهم كان من أستاذ إبراهيم حجازي أستاذ إبراهيم حجازي كانش رئيس تحرير عادي إحنا يعني شفنا رأس التحرير بعضهم ممكن بيغير من الناس اللي بتشتغل معاه ويحب دائما يكون هو المجمل الأوحد في الموضوع بتاعته ويحب يكون هو اللي ناجح والباقين مجرد فريق بيعامل معاه إبراهيم حجازي كان إنسان في منتهى السماحة ومنتهى الحب يكبر اللي معاه ويقدبهم تفتح على نفسه ده صعب أو إنك تلاقي أشخاص بالاستاذ النوبل يعني بعين حجازي كمان خلق رياضة مختلفة أمام منطقة الأحرامات وعمل ملعب يسكوش النجادي هو اللي اخترعه ونقل الرياضة من قرر أنها بطولة ومغريات مغسسة وعمل منصلاة جامل هرم وعمل قصوات الغرداء وعمل قصوات المقربة لأسفر وعمل مكتازة السفيندرية فأعتقد المقربة لرياضة أبعاد أسرة وكان هو يعني يعني تعاشق لمصر حد من العالم كله يشوف مصر من خلال الرياضة لكل هذة الزمال يعني طب يعني كلام كتير قوي عن طب الرئيس طيب دكتور يسر من خلال معاشرة حداتك ليه وانت أحد تلمزيته يعني كان دايما بيصر مع حداتك في الكلام مثلا ويأكد عليك في خطواتك في الصحافة أو خطواتك للبلد تكون عاملة ازاي يعني هل فيه نصايح معينة كان بيقدمها دايما لدكتور ياسعيوب؟ هو هو يعني هو كان بيحبه مصر جدا وكان دايما شديد الاعتزاز يعني أنه أحد الرجال اللي في قواتهم يطلحها اللي حربه في حرب أكتوبر وكانت نصايحة لنا دايما أنه ما فيش حاجة مع حيات يعني يعني ايه يعني الصحة يقول رأيه ممكن يبقى صحه ممكن يبقى غلط بس ما فيش حاجة مع صحة يقول لنا على الحيات فهو دايما كان يعني بيانتلك هذه القدرة وعلمهاننا كلنا أنه نقول رأينا ما نخدش ممكن نتهاجم ممكن نرسل تدايق ممكن نرسل تغضب لكن قلنا رأينا يعني وده أحد دروس المهمة جدا اللي هو علمهاننا يعني الله رحمه دكتور يعني طبعا هو أثر فينا كلنا معلومة عندي أنا شخصيا ما كانش حد ممكن يحتاج له في حاجة يعرفه أو ما عرفوش هو ده تأكيد على كلام حضرتك إلا لما كان يخدمه فيها أو يجري له فيها أستاذ براهيم حجازي الصراحة ويمكن دي شخصية فريدة أنا عادي أقول لك أنه أنا شفت بنفسي ده أنا شفت ناس كانت تهجموا وانتهى الشراسة وانتهى العنف والتجاوز وكان يسمع بالصدفة إن واحد من دول قلبه تعبان زبطه عندها مشكلة مش عارف كان هو أول واحد يروح يعني ده ومش طالب مقابل يعني ده قناعة منه إنه هو ده واجبه الحقيق طيب أنا عايز أسأل حياتك كوجوده كان لوكيل نقاط الصحفيين كان برضو دوره في الوقت ده بالنسبة بقى للصحفيين كلها في الوقت ده يعني برضو لو حدك تقدر توضح لنا النقطة دي برضو مهمة لأن ده في التاريخ الصحفة يعني برضو توضيح لأستاذ برايم حجازي شيء جميل برضو وإحنا نوضح للناس يعني أوان قبل ما أقولك دروف النقابة في حاجة مهمة جدا تفضل ببنى النقابة الحالي في فرع عبدالخالي صار ورم تبقى هذي هو الأشرف على بنائه وكان بيصع السقلات وكان بيقعد يتابع يجي كل يوم الصبح يتابع البناء وكان دايما يقول الصحفة كان هنا تحتاج أن وجهتها تكون بهذا الجمال وبهذه المكانة غير بقى كده أنه كان يعني غيور جدا على مهمته وكان يسمع أن أي صحفة مشكلة يجري وعشان يحل المشكلة يعني هو ما كانش مغرد قضى نظرة نقاب الصحاطيين أو في الأهرام لا كان هو بيعتاد المفتوب صديق لأي صحفة وأي صحفة إحنا يعني بقال الله دكتور يعني طبعا لأسرة الأستاذ إبراهيم حجازي كل يعني التأدير والاحترام يعني ربنا يصبرهم دكتور ياسر أيوب واحد من تلامزة الأستاذ إبراهيم حجازي